موسيقى خوتي اخوتي السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديرها غازوينة نبدأها باسم الله وتوكلنا على الله بقراءة التعديل الحكومي هالتعديل الحكومي اللي تبهدلات فيه أحزاب الأغلبية والمعارضة واللي عرف حزب التجمع ورئيسه كيفاش يستافدوا منه أنا ما كنسميه تعديل حكومي أنا كنسميه تعديل انتخابي وحزب التجمع ووضع رجليه وده خطوة كبيرة باش يربح الانتخابات لمقبيلة خد الفلاحة وخد الصناعة التقليدية وهما أكبر مشغلين وزاد عليهم قطاعات خدماتية واجتماعية مهمة وخلى الأحزاب الأخرى كانت تفرج وعلاش الله هذه السياتة وهذه أحكامها واللي شاف العكس يقولها تعديل حكومي صراحة كاتغلب عليه ريحة الحموضية دي الحريرة وفيه طعم المثل الشعبي المشهور نحن قلنا لهم الحريرة حمضة وهو ممشى وبدلوله ما أعرف ما علينا شا سيدي هالوزير ديال التعليم رجل أعمال في الحلويات والشوكلاد نتمنى الوصفة دياله تجعل التعليم حلوف أفواه أولادنا وخام اللي سمعناه كي يتكلم تخلعنا على مستقبل التعليم ولا جملة مفيدة صراحة ذكرنا بالرئيس دياله وأخطاءه الكثير أغلبية ومعارضة وما أبنتم عنه أبنتم عفوا وما أبنتم عنه من وطدية صادقة ويوفر طاقة سريرية إضافية تقدر ويستجيب الانتدارات وتطلعات والمجتمعات وهو يرتكز على تقديم رعاية شاملة ومستمادة لأفراد الأسخف دي كل فتحة حيث مكحيح لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية والأطفال حديث الولاية الولادة داخل الأسر في وضعيها الشرق نحن كن ترجعوا الله يغيتنا أما باش نعولوا على بعض السميات اللي تعيناه موحاش وإيه اللي عولت عليها هذا معناه أنني مهبولانا خلاصة القول أنا عندي قراءة أخرى للتعديل أو كيف مما يقولون المغاربة سنأتيك ملخرة تأخنوش ونذكرك بما قاله الشاعر أبو البقاء الراني وخأنا عرف ما عندك لا مع الشعر ولا مع الثقافة ولا هم يحسنون أنت راجل دي الحب والبينغا وقلت نذكرك بالبيت الشاري لكل شيء إذا ما تم نقصانه ولا يغر بطيب العيش إنسانه بالعربية التعرى بتتأخنوش التعديل الحكومي الأخير أعطاك سوارت دي القطاعات البلاد كاملين يعني سرحت رجلك مزيان وقلتي حانل يا عزيز أن يمد رجليه ويتاريح عمرش وزير أول ولا رئيس حكومة في تاريخ المغرب مجمع الصلاحيات اللي بتعطيت لك يعني طلعتي بزاف وصلتي للقمة وبلافونيتي وما بقالك فين تزيد يعني غايب دلعت العكسي دي النوزول سينك كاتر تخوا دو اا زيرو بشار وراه قد ما تطلع لواحد بزاف قد ما تطيحك تكون قاضحة وعقل لك لامين سيان وعندك تفرح بلاقياد راه المخزن عارف طريقه وعارف شنو كيدير أعطوك استوارت كاملين باش غداي حاسبوك بوحدك تكيستيون دو التان القضية قضية وقت لغير ويك تظن أنك أنا ضغط فكك ولتنفعك حيث انت ترتي ولا ما ترتيش ركت بقى مغربي ومن الناس اللي جابهم دريس لبطري وفين هو ببطري الله يرحم اللي ماذ والله يهدي اللي يبقي في الحياة وفين الارث التغولي والسلطة ويديالو وخاكة نشمو فيك الريحة ديال هاد الارث يوم بعد يوم ودقيقة بعد دقيقة حتى الناس اللي بجنابك فبقاوش عارفينك كين اللي كي قولت بدلتي بزافة ببحمات لقد أعذر من أنظر وهاد الحديث باقي فيه ما يتقال دابا نمشي للكتاب اللي تكلم عليها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرو في الخطاب ديالو أمام البرلمان ديال المغرب كتاب قال عليها أنه ألف هو وجلالة الملك وصفحاته لما فتحوها كانت بعطر الأمل والتعاون والشراكة والتنمية فرنسا رابحة والمغرب رابحة وفق هاد الشي اللي كتير من الدول الإفريقية رابحة جوجلي ممكن يكونوا خاسرين هو ما دوك الكبرانات اللي حاكمين الساير بكاهم كيتسمع من بعيد نهارتني اللي فت العينين ديال العالم كانت كلها متوجها للرباط بمناسبة زيارة الدولة ديال ماكرو المغرب والزيارة كانت تاريخية والحفاوة كانت كبيرة بزاف حيث منطلقة من الكرم المغربي توقعت 22 اتفاقية كيف كتشوفوا في الصور بقيمة عشرات المليار ديال الدولار يعني ميات مليار ديال الترهم تقريبا استثمارات بالجملة وشركات واعدة ونوايا مثمرة إن شاء الله وشملت بزاف ديال القطاعات ويوم الثلاثاء خطب الرئيس الفرنسي في البرلمان ومرة أخرى أكد أن الصحراء مغربية وأن الحكم الداتي وسيادة المغرب هي اللي غتكون اليوم مغتا ومن المغربية ومن المغربية المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة التوقف على الهبيش والنبيش والتدخل في شؤون الشيران والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول أو محاولة التأمر أو محاولة إسكاء الفتن بين الدول بعضها لبعض الله أعلم بتبهديلته كيف كان الإعلام الفرنسي كله تكلم على نجاحات المغرب وحكمة الملك وشجاعة ماكرون والخبراء والمحللين كانوا واضحين مصلحة فرنسا موجودة في المغرب ومصلحة المغرب موجودة في فرنسا ومدام تتفقوا يخدموا في جوج من أجل المستقبل ومن أجل الإنسانية البداية دين الموسم الاجتماعي والاقتصادي كتب الشرب الخير ونعكاتات هاد الحدث غتكون كبيرة على التاجر والفلاح والطالب والأستاذ والعاطل والأجير ويا ربي يزيدنا من عنده الغيث النافع اللي احنا في حاجة كبيرة ليه وانا ناصحتي لتزيريين يورقوا على نظامهم وخاس كاري باش يلصاحقوا بمركب النماء والأمن والسلام وديرها غيز بينا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة